بس محمد صلاح نهار ده خلع التيشرت بتاعه هو بيخلع التيشرت بتاعه اللي هدف التالي سجله النهار ده الهدف اللي قسر الرقم القياسي تقولوا لح بقى خلاص ايه لقى التيشرت بقى خلاص خد انذار بس الرقم ده مش هيتكار خلاص اول رقم ايه انت وصلت للبيك خلاص انا الهدف التاريخي افرح بقى يعني المشاهد دي بنقول دايما للعابين كلهم بلاش بقى عشان متاخدش انذار ومش عارف ايه لا خلاص دي دي حالة ده يوم دي ليلة ليلة من الف ليلة وليلة فافرح واسعد وافخر يا ابن مصر بابن مصر محمد صلاح شوف يا اخي لأنا فرحت النهار ده فرح لمحمد صلاح واخوكم الغالبان دوت الفرقة اللي بيحبها في انجلترا هو فريق منشستر رونيتد يعني يوم ما فرحني خلص على الفرقة اللي بحبها بس كده كده انا بقالي بقالي كم سنة كده يعني بشجأ اكتر ليفربول عشان خاطر محمد صلاح هو يصدحك يعني نهار ده ليفربول عمل حفلة على منشستر يونايتد حفلة على منشستر يونايتد جاجبه سجل الهدف الاول بعد كده نونيس سجل الهدف التاني وبعد كده جاجبه سجل الهدف التالت محمد صلاح بقى قالك اخش الحفلة رح سجل هدف الرابع بطريقة رائعة جدا نونس سجل كمان هدف تاني ليه ويه الخامس لفريقه بعد كده محمد صلاح قال لك لا أقصر بالهدف الأول كان عادل رقم روبي فاولر قال لك لا ببقى إن في حفلة فأقصر الرقم بقى رح سجل الهدف اللي خلاه انفرض بصدارة هدافة ليفربول على مرة تاريخ في البراميال ليج والهدف الأخير سجله البديل في المينيو بواجب كده من محمد صلاح قال له خد هاتجول خد شارك معنا في الحفلة يوم حلو يوم حلو يوم حلو بشكل عام يعني